بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تفسير صورة البقرة الدس الواحد وستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون أُحِلَّ لَكُمْ أَيْ أَبَاحَ اللَّهُ لَكُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ليلة الصيام ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا هو ليل الصيام ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر أباح الله في هذه الفترة هذه الأشياء للصايم وكانت من قبل ممنوعة كان الصيام في أول الإسلام أنهم يفطرون عند غروب الشمس ثم يمسكون عند وجوب صلاة العشاء عند مغيب الشفق إذا دخل وقت صلاة العشاء فإنهم يمسكون عن الأكل والشرب والمفطرات ويصومون فكانت فترة الإفطار ما بين العشاءين فقط فشق ذلك شق ذلك على المسلمين فمنهم من لم يتحمل ومنهم من وقع على زوجته فلم يصبر في هذه الفترة الطويلة وذلك أن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان يعمل في النهار كان يعمل في النخيل طوال النهار وهو صايم فجاء عند غروب الشمس إلى بيته ليفطر فلم يجد شيئا لم يجد عند أهله شيئا يأكله ذهبت زوجته تلتمس له شيئا يأكله وتصلح له شيئا يأكله وجلس ينتظر فأصابه النوم لأنه كان متعبا من العمل أصابه النوم وكانوا إذا ناموا قبل العشاء وجب عليهم الإمساك وإن لم يناموا فآخر حد هو طلوع هو مغيب الشفق ودخول وقت العشاء فهذا الصحابي نام قبل العشاء وإذا نام الإنسان ولو قبل العشاء فإنه يمسك ويصوم فتوالى عليه صومان طويلا الصوم الأول ثم دخل في الصوم الثاني ولم يأكل شيئا فلما كان في النهار أغمي عليه من التعب ومن الجوع العطش فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام الرفض إلى نسائكم إلى قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فنسخ الله سبحانه الحكم الأول وهو الصيام الطويل إلى هذا الحكم الخفيف وهذا من النسخ لا أخف وهذا من لطفه سبحانه وتعالى أن خفف على المسلمين فجعل الليل كله ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقتا للأكل والشرب وتناول المباحات وجعل الصيام ما بين طلوع الفجر الثام إلى غروب الشمس أصار ذلك أخف على المسلمين وبقي هذا الحكم إلى أن تقوم الساعة والحمد لله أن المسلمين يصومون طلوع الفجر الثام إلى غروب الشمس وأن هم يخطرون الليل كله ويأكلون ويشربون ويعاشرون نساءهم فكان في ذلك التيسير على المسلمين وحل لكم ليلة الصيام الرفة إلى نسائكم الاستمتاع استمتاع الرجل بزوجته هن لباس لكم وأنتم لباس لهم المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة بمعنى أن كل واحد منهما يستر الآخر ويمنعه من الوقوع بما حرم الله فالمرأة تعصم زوجها من الحرام وتعفه من الحرام والزوج يعصم المرأة من الحرام ويعفها من الحرام وقد أغنى الله كلا من الزوجين أحدهما بالآخر أغناه الله بالحلال عن الوقوع في الحرام وهذا من فضله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا أغنى المسلمين بالحلال الطيب عن الحرام الخبيث وهذا مما يدل على فضل الزواج وما فيه من المصلحة وأن كلا من الزوجين يلبس لباسا ساترا له وواقيا له من الوقوع في الحرام إلى ما في الزواج من الذرية الصالحة التي يكثر بها عدد المسلمين إلى ما فيه من قيام الزوج على زوجته بالإنفاق عليها وإغنائها عن الحاجة ورعايته لها وحمايته لها الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق من أموالهم فالزوج يقوم على مصالح زوجته ويحميها ويرعاها ويعفها وينفق عليها والزوجة ترعى بيت زوجها ترعى بيت زوجها هي راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ترعى أمواله في البيت وترعى أولاده تربيهم وترعى نفسها تحمي نفسها من مطامع الفساق الصالحات قانتات حافظات حافظات للغيب لما حفظ الله هذا دور المرأة أنها تصلح في نفسها لأن تقيم حدود الله في أداء ما أوجب الله عليها وتجنب ما حرم الله عليها هذه الصالحة قانتات يعني مطيعات القنوط يراد به الطاعة ودوام الطاعة القنوط اللغة الدوام فهن ملازمات لطاعة الله وليست الصالحة هي التي تصلح في بعض الأحيان وتفسد في بعض الأحيان بل الصالحة هي المداومة على طاعة الله سواء حضر زوجها أو لم يحضر هي صالحة مداومة على الطاعة حافظة لنفسها حافظة لفراش زوجها حافظة لنفسها وحافظة لفراش زوجها حافظات للغيب فإذا غاب عنها زوجها فإنها تبقى على الصلاح وعلى النقاء وعلى الطاعة وعلى الأمانة فلا تخون زوجها إذا غاب عنها أما المرأة التي تصلح إذا حضر زوجها تظهر الصلاح وإذا غاب زوجها انطلقت إلى ما تشاء من الفساد فهذه امرأة غير صالحة غير قانتة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فعلم بذلك أن كل من الزوجين يصلح به الآخر وأن كل من الزوجين يعين الآخر زوجان يتعاونان على ما فيه الخير لهما ولأولادهما صلاح البيوت فيه صلاح المجتمع كله إذا صلحت البيوت صلح المجتمع لأن البيوت هي اللبنات التي يقوم عليها بناء المجتمع المجتمع ولهذا يقول الشاعر والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق أنا لا أقول دعن النساء سوافرا مثل الرجال يجلن في الأسواق في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب السيف والمزراق هذا شأن النساء المسلمين أنهن ربات بيوت ومربيات أجيال مربيات أطفال الرجل يعمل خارج البيت ويطلب الرزق له ولها وللأولاد ويسافر ويحضر والمرأة تعمل في داخل البيت وعملها في داخل البيت عمل كثير عمل كثير من تربية الأولاد ومن إعداد الطعام وحفظ ما في البيت من المتاع ومن المال المرأة لها شغل عظيم في بيتها وعملها داخل البيت وبذلك تقوم البيوت تصلح أما إذا خرجت المرأة مثل الرجل خرجت للشوارع وصارت تعمل خارج البيت ضاع البيت من الذي يقوم بالبيت من الذي يقوم بالبيت ولا أحد مثل المرأة حتى لو جبت لو أتيت بخادمة وأتيت بمن يعمل في البيت فإنه لا يعمل مثل عمل المرأة مثل عمل الزوجة فالمرأة رعيتها في البيت وهي رعية كثيرة وشاقة فإذا خرجت إلى العمل خارج البيت فإنه يضيع البيت تضيع أعماله وأهمها تربية الأولاد الصغار من الذي يربيهم لا أحد يقوم مقام المرأة في تربية أولادها وبهذا يعلم أن الذين ينادون بإخراج المرأة من بيتها وتوليتها أعمال الرجال أنهم يريدون دمار المجتمع يريدون دمار المجتمع ودمار النساء لأن المرأة مسكينة لا تطيق أن تبعد عن بيتها لا تطيق السفر لا تطيق العمل الذي يقوم به الرجل مرأة لا تطيق عمل الرجل أبدا هم يريدون أنها تعمل عمل الرجل وأنه لا فرق بينها وبين الرجل والله والله جعل بين الذكر والأنثى فروقا وليس الذكر كالأنثى فكما أن الرجل لا يعمل عمل المرأة لو جبت مئة رجل ما استطاعوا أن يعملوا عمل امرأة واحدة في البيت الرجل لا يستطيع عمل المرأة والمرأة لا تستطيع عمل الرجل كل جعل الله له عملا يناسبه فإذا قام الرجل بعمله خارج البيت من طلب الرزق وإحضار القوت والكسوة وما يحتاجه أهل البيت وقامت المرأة بترتيب البيت ورعاية البيت وصناعة الطعام وإعداد السكن للزوج الله جعل المرأة سكنا للزوج والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها الرجل إذا جاء من عمله متعبا ووجد البيت مرتبا ووجد الطعام معدا ووجد كل شيء على ما يريد فإنه يسكن ويستريح الله جعل لكم من بيوتكم سكنا تسكنون فيه من التعب والبيت يقوم على المرأة الصالحة البيت الذي ليس فيه امرأة يكون بيتا لا يرتاح فيه ولا يرتاح فيه الرجل وهذا شيء مجرب ومعروف شيء معروف هذا ان البيوت التي فيها نساء يقمن بشؤون البيوت تكون الراحة فيها اتم واحسن وان البيوت التي ليس فيها نساء او فيها نساء لا يقمن باعمال البيت وانما يخرجن للعمل خارج البيت لا يكون فيها راحة ولا يكون فيها سكن ولا يكون فيها استقرار قد جعل الله لكل شيء قدرا ان لباس لكم وانتم لباس لهم علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم وقع من بعض الناس لما كان الصيام قويلا يشمل الليل والنهار وقع من بعض الناس عدم الصبر عن زوجاتهم لا سيما الاقوية وذوي الشباب والشهوة القوية يحصل منهم شيء من التطلع الى نسائهم والانسان ضعيف تغلبه شهوته علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فيقع من بعضكم شيء وقت الصيام فخفف الله عنكم علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم من رحمته سبحانه انه لم يؤاخذ فالتاب عليهم وعفى عنهم ما حصل ولم يؤاخذهم ولم يعاجلهم بالعقوبة هل من رحمته سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا فالآن باشرون الآن لما اباح الله للرجال نساءهم في ليلة الصيام اذن لهم بمباشرتهن وهذا امر اباحة فالآن باشرهن هذا امر اباحة وليس امر وجوب بل هو امر اباحة لأن الامر اذا جاء بعد نهي فانه يكون للاباحة مثل قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا اصطادوا هذا امر اباحة ما يجب على الانسان انه يصطاد لكن لما نهاهم الله عن الصيد وهم محرمون اباحة لهم اذا احلوا من احرامهم اذا حلوا من احرامهم اباحة الله لهم صيد البر فالامر امر اباحة مثل قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ابتغوا من فضل الله باي شيء بالبيع والشراء لانه نهاهم عن البيع اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع حرم الله البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة ثم امر به بعد الفراغ من الصلاة هذا الامر امر اباحة وابتغوا من فضل الله كذلك هنا فالآن باشرهن هذا امر اباحة فاباح الله لهم مباشرة النساء في ليل الصيام بعد ان كان ذلك ممنوعا في اول الاسلام وابتغوا ما كتب الله لكم قيل المراد ابتغوا ما كتب الله لكم من الذرية لان الرجل يغشى زوجته اضاء لوطره وطلب للذرية وهكذا ينبغي للزوج ان يريد ان يريد بغشيانه لزوجته اعفاف نفسه من الحرام واخفاف الزوجة من الحرام وطلب الذرية طلب الذرية الصالح وليس المراد قضاء الشهوة فقط هذا شأن البهايم اما العقل فانهم يقصدون المقاصد الطيبة اعلى من قضاء الشهوة فقط لهم مقصد اعلى من قضاء الشهوة وهو طلب الذرية الصالحة لان الذرية الصالحة تنفع الوالدين وتنفع المجتمع وهذا من مقاصد الزواج هذا من المقاصد العظيمة للزواج وهو طلب الذرية الصالحة وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا هذا أمر إباحة كلوا مما أحل الله ومما رزقكم الله هذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه هو الذي رزقكم وهو الذي أباح لكم تناول هذا الرزق ولو شاء لمنعكم من ذلك ولكن بفضله ورحمته أباحه لكم وكلوا من المآكل الطيبة النافعة المباحة واشربوا من المشارب المباحة واللذيذة كلوا واشربوا أما المآكل المحرمة والمشارب المحرمة فهذه لا تجوز لا في رمضان ولا في غيره أكل الحرام شرب الحرام لا يجوز في رمضان ولا في غيره ولكن في رمضان يكون الإثم أشد لحرمة الوقت والله جل وعلا أغنى المسلمين بحلاله عن حرامه أباح لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث لأن الطيبات تغذي تغذية حسنة وتعين على طاعة الله عز وجل والمحرمات والخبائث تغذي تغذي تغذية خبيثة وتثبت وتثبت عن طاعة الله عز وجل تغذية 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 حتى يتبين 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 يتضح طلوع الفجر ولا يكفي الظن أو الشك لا يكفي لا يحرم عليك الطعام والشراب والجماع إلا إذا تبين لك طلوع الفجر أما مجرد الظن والشك فهذا لا يحرم عليك الطعام والشراب والجماع وطلوع الفجر يعرف ويرى يشاهد ما هو خفي يشاهد ويعرف يعرف بالحساب ويعرف بالمشاهدة والله جل وعلا علق العبادات علق ويعرفها المتعلم ويعرفها الحاسب ويعرفها غير الحاسب علامات واضحة لا لم سمية طلوع الفجر كل يعرفه كل يراه غروب الشمس كل يعرفه وكل يراه الصلوات الخمس لها مواقيت واضحة صلاة الفجر بطلوع الفجر صلاة الظهر بزوال الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب وبدو الظل من ناحية المشرق دلوك الشمس دلوك الشمس أقم الصلاة لدلوك الشمس هذه الصلاة الأولى صلاة الظهر دلوك الشمس يعني زوال الشمس صلاة العصر دلوك الشمس دلوك الشمس إذا صار ظل الشيء مساويا له هذه علامات ظاهرة كل يعرفها وكل يراها ومن ذلك الصيام الصيام بالنسبة لدخول الشهر وخروج الشهر بالهلال والهلال على مواضحة سألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فالشهر تعرف بدايته ونهايته بالهلال فما بين الهلالين فهو شهر رمضان هذا الصيام الشهر صيام اليوم ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا الصيام اليومي كل علامات واضحة لا لبس فيها ولا غموض حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وهو الفجر خيط الأبيض ما هو الخيط اللي هو الحبل أو الغزل لا الخيط المراد به بياض الفجر بياض الفجر سماه الله خيطا من الخيط الأسود وهو ظلام الليل فإذا تبين بياض النهار من سواد الليل فحين إذا فحين إذن يبدأ الصيام ويبدأ الإمساك عن المفطرات وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل هذه نهاية الأكل والشرب والجماع وتناول المباحات في هذه الفترة ثم بعد ذلك الإمساك طوال النهار النهار كل الصيام من بدايته إلى نهايته ثم أتم الصيام أي الإمساك الصيام المراد به الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات إلى الليل يعني إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا يعني من المشرق وأدبر النهار منها هنا يعني من المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم هذا هو الصيام وهذه حدوده واستقرت الشريعة على ذلك إلى أن تقوم الساعة وهذا صيام المسلمين ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا وبالله التوفيق ويأتي الكلام على بقية الآية إن شاء الله في الدرس الآتي صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن المسلمين خيرا فضيلة الشيخ كثر السؤال عن تكرار العمر في السفر الواحد وهل في هذا سنة متبعة وكذلك كثر السؤال عن التنعيم وهل هو ميقات لكل من أراد أن يكرر العمر وكذلك عن أداء العمر على من له قريب متوفى وجزاكم الله خيرا نعم تكرار العمر جائز تكرار العمر جائز لا باس به وقد كررتها عائشة رضي الله عنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج ولكن نزل عليها الحيض نزل عليها الحيض قبل أن تؤدي العمر فامتنعت من أداء العمر التي أحرمت بها لأنه نزل عليها الحيض وانتظرت إلى أن جاء الحج في يوم التروية ولم تتمكن من أداء العمر فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وتدخله على العمر فتتحول إلى قارنة إلى قارنة بين الحج والعمرة فأطافت طوافاً واحداً للحج والعمرة وسعت سعياً واحداً للحج والعمرة وأتت بالعمرة مع الحج هذه العمر لكنها رضي الله عنها لم تقنع أرادت أن تأتي بعمرة مستقلة فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أن طوافها بالبيت وسعيها بين الحج والعمرة كافيان سعيها بين الصفى والمروة طوافها وسعيها كافيان لعمرتها وحجها ولكنها لم تقنع وأرادت أن تأتي بعمرة مستقلة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إلحاحها ورغبتها في أداء عمرة مستقلة أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم لأنه أدنى الحل أقرب الحل وأن تحرم من التنعيم بعمرة بعد الحج فأحرمت بعمرة بعد الحج وأتت بها إذن هي أتت بعمرتين عمرة مع الحج وعمرة بعد الحج مستقلة فدل على جواز تكرار العمرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث تابعوا بين الحج والعمرة فدل على تكرار العمرة وقال وقال صلى الله عليه وسلم الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكباين فتكرار العمرة فتكرار العمرة لا باس به إلا أن أهل العلم يرون أنه لا بد أن يكون بين العمرتين فارق زمني ما يكرر العمرة في وقت متقارب بل يكون بينهما فارق زمني ولو يسير هذا هو الأحسن وإلا فالجواز هذا جاهز وتعتمر عن نفسك وتعتمر عن غيرك لا بأس بذلك تعتمر عن الميت لأن هذا زيادة خير له تعتمر عن العاجز الذي لا يستطيع أن يحضر لا يستطيع الحج ولا يستطيع العمرة وعجزه مستمر كالكبير الهرم والمريض المزمن لا بأس أن تعتمر وأن تحج عنه أما الإنسان الصحيح القوي الذي يقدر على أن يحج بنفسه ويقدر على أن يعتمر بنفسه فهذا لا تحج عنه ولا تعتمر عنه بل هو يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه وأما التنعيم فلا يتعين أن الإنسان يحرم من التنعيم يحرم من الحل من أي جهة من الحل يحرم من عرفاه يحرم من الجعرانة يحرم من التنعيم المهم أنه يخرج خارج الحرم ويحرم بالعمرة من أي جهة من الجهاد ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خصص التنعيم لأنه أقرب أقرب حدود الحرم وهو صلى الله عليه وسلم يطلب التسير دائما فأعمر عائشة من التنعيم لأن هذا أيسر وأقرب ولو أن الإنسان ذهب إلى إلى مكان آخر من الحل وأحرم منه فلا بس النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة لما قدم من حنين قدم إلى مكة من حنين أحرم من الجعرانة لأنها كانت على طريقة لدخوله إلى مكة نعم أحسن الله إليكم امرأة عملت عمرة منذ ثلاث سنين ودخلت في الكعبة من غير إحرام فهل عمرتها صحيحة مع العلم أنها أتت بعمرة ثانية من التنعيم عن أبيها إن كان القصد أنها لم تنوي الإحرام لم تنوي الإحرام فإنه ليس لها عمرة لأن الإحرام ركن من أركان العمرة ولا تنعقد الله به أما إن كان القصد أنها نوت الإحرام ولكنها لم تتجنب المحظورات لأن بعض الناس يظن أن الإحرام هو الملابس هو لبس الملابس الخاصة بالإحرام ومن لم يلبسها فليس بمحرم وهذا غلط هذه محظورات وليست هي الإحرام وإنما هذه من محظورات الإحرام فقط فلو نوى بقلبه ولبى فإنه يصح إحرامه ولو لم يلبس ملابس الإحرام لكن يكون عليه فدية إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام لم يفسد إحرامه إلا بالجماع الجماع هو الذي يفسد يفسد النسك أما المحظورات الأخرى كالطيب وقص الأظافر ولبس المخيط للرجل ولبس النقاب للمرأة والقفازين للمرأة هذه محظورات لا تفسد الإحرام ولكن يفدي بدلها فدية إما أن يربح شاة في مكة يوزعها على الفقر أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين في الحرام هذا محظور ولا يفسد الإحرام وتجبره الفدية فإذا كانت هذه المرأة نوت الإحرام ولبت ولكنها لم تتجنب محظورات الإحرام فإن عليها الفدية وعمرتها صحيحة نعم أحسن الله إليكم يقول السائل اخترض مني صاحبي قدر من المال فبعد فترة احتجت لهذا المال وطلبته منه وأنا في حاجة شديدة لهذا المال وقد علم صاحبي فرد للمال بزيادة مع أني لم أشترق عليه الزيادة وقال لي أن هذه الزيادة هدية مني لك لما أعلم أنك في حاجة إلى المال فهل هذا ربا أم هدية نعم هذا ليس ربا الربا ما شرط عند العقل إذا قلت أنا أقرضك مئة ريال بشرط أن ترد علي مئة وعشرة هذا ربا صريح أما إذا أقرضته لله ما تريد زيادة ولكن أقرضته لتدفع حاجته ثم يرد عليك ما المبلغ الذي أخذه منك ولكنه هو عند الرد زاد تبرعا منه فهذا من حسن القضاء ولا باش به قوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء فهذا من حسن القضاء وهو غير مشروط عند العقد فلا باش به هو من حسن القضاء النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا من الإبل اقترض بكرا من الإبل ورد مكانه خيارا رباعيا وقال خيركم أحسنكم قضاء فهذا من حسن القضاء لك أن تقبله نعم أحسن الله إليك يقول السائل أخي رضع مع فتاة فهل يجوز لي أن أتزوج بها إذا كان أخوك رضع من أم الفتاة صارت اختا له من الرضاع وأما أنت فأجنبي منها لك أن تتزوج بها لك أن تتزوج بأختي أخيك من الرضاع لأنك أجنبي منها أما إذا كانت هي رضعت من أمك إذا كانت هي رضعت من أمك مع أحد إخوانك فإنها تكون أختا لكم جميعا لا يجوز لك أن تتزوج منها لأنها رضعت من أمك أصبحت أخا لها أما إذا كان أخوك هو الذي رضع من أمها صارت اختا له خاصة فقط دون دون إخوانه فلك أن تتزوج بها نعم يقول شيخنا بارك الله فيك هل تجوز المتاجرة بالعطور النسائية علما بأن النساء عندنا في بلادنا يخرجنا متعطرات أفتونا بارك الله فيك إذا علمت أن هذه المرأة تتعطر بالطيب الذي تشتريه منك تتعطر به للخروج فلا تبع عليها لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان أما إذا لم تعلم فلا باس في ذلك أن تبيع العطر على المرأة وعلى الرجل على من يريد الشراء ما لم تعلم أن هذا المشتري يستعين به على الحرام فإنك لا تبع عليه لألا تتعاون معه على الإثم والعدوان نعم يقول ما حكم من ضرب شخص في الحرم هذا إذا كان بالعدوان الله جل وعلا يقول ولا تعتدوا لا يجوز العدوان على الناس في الحرم ولا في غيره ولكن العدوان على الناس في الحرم أشد قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم إذا نوى الإنسان الظلم ولو لم ينفذ فإنه يأثم ويعذب العذاب الأليم لمجرد النية فكيف إذا نفذ وضرب وقتل في الحرام الأمر أشد نعم أحسن الله إليك هذا سائل يسأل أنه انتقض وضوءه عند السعيه بالصفة والمروى أنه انتقض وضوءه بخروج ريح نعم في الصفة أثناء الشوط الثالث ما الحكم السعي لا بس السعي يجوز إن الإنسان يسعى وهو على غير طهارة ولو انتقض وضوءه لأن السعي لا تشترط له الطهارة لخلاف الطواف الطواف لا بد له من الطهارة قوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضك اصنع ما أو افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري وفي الأثر الطواف بالبيت صلاة صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه هذا الأثر يروى بسند صحيح عن ابن عباس موقوفا ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشترط الطهارة للطواف لخلاف السعي فإنه لا تشترط له الطهارة لعدم الدليل على ذلك نعم أحسن الله إليكم يقول السائل شخص يعمل في بنك ربوي وهو رب عائلة ومصاريف العائلة على عاتقه فهل يترك العمل مباشرا أم يبقى في عمله ويبحث على عمل آخر مع العلم أنه من الصعب جدا إيجاد عمل في بلدنا أفتون مأجورين يرحمكم الله لا يجوز العمل في البنك الربوي لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده لعن الكاتب والشاهدين لأنهما أعانى على آكل الربا بشهادتهما وكتابته أدل على أن التعاون مع البنوك أو مع المرابين أنه يأخذ حكم آكل الربا ويشارك في اللعنة فعليك بالمبادرة بطلب العمل المباح وأن تترك العمل في البنك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بادر وبادر بترك البنك وطلب العمل خارج البنك في مكان مباح وإذا علم الله منك صدق النية فإنه يسر لك نعم أحسن الله إليكم يقول السائل شخص يعمل كممر في المستشفى ويأتي النساء للتمريض ويضطر في بعض الحالات إلى كشف عوراتهن للتمريض فهل يجوز له ذلك أفتون مأجورين بارك الله فيكم الواجب عليه أن يعمل في قسم الرجال الواجب على هذا الممرض أن يعمل في قسم الرجال وأن يجتنب قسم النساء وإذا كان هناك ممرضات من النساء فلا يعالج المرأة بل يحولها إلى النساء أما إذا لم يكن هناك ممرضات والمرأة مضطرة إلى العلاج فيباح ذلك بقدر الضرورة قال الله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما قررتم إليك فإذا كان هناك ضرورة قصوى وليس هناك ممرضات من النساء فلا بأس أن تعالجها بقدر الحاجة وبقدر الضرورة نعم أحسن الله بليكم هذا سائل يقول يقل في بلدنا العلماء وحتى طلبة العلم فكيف يتمكن المؤمن أن يتعلم دينه في هذه الظروف وشكرا حاول يحاول أنه يسافر لطلب العلم في الجامعات وفي المدارس و يحاول ويسر الله له إذا صلحت نيته يسر الله له فيحاول أنه يسافر للجامعات الإسلامية والكليات الشريعة والمعاهد العلمية والجلوس عند أهل العلم في في حلق التدريس يحاول والله يعينه نعم أحسن الله إليكم يقول السائل هل التسبيح بالسبحة سنة أم لا جزاك الله خير تسبيح بالسبحة مباح وليس سنة مباح أنك تعد بها تسبيح تهليل والتكبير تتخذها لعد تسبيحات وكونك تعد تسبيح بأصابعك أفضل لأن الأصابع مستنطقات يوم القيامة ومشؤولات فاستعمل الأصابع أفضل وإذا استعملت الحصى أو استعملت المسبحة للعد وضبط العدد هذا مباح وليس سنة السنة التسبيح بالأصابع هذا هو السنة وما عدا الأصابع فإنه مباح إباح فقط نعم يقول السائل ما حكم بلع النخام للصائم لا يجوز لا يجوز للصائم أن يتعمد بلع النخام إذا وصلت إلى فمه إذا خرجت من حلقه أو من رأسه ووصلت إلى فمه يجب عليه أنه يلفظها يجب عليه أنه يلفظها ولا يجوز له أن يبتلعها فإن ابتلعها متعمدا فإنها تفسد الصيام أما لو ابتلعها جاهلا أو ابتلعها بغير اختياره أو ناسيا فإنها لا تؤثر على صيام نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم ترك صلاة العيدين وقيام ليلة القدر مع الجماعة بسبب أنهم يذهبون في هذه المناسبات في هذه المناسبات للصلاة في القباب ولا يوجد أي مسجد قريب مني الحمد لله صل ليلة القدر صلها في بيتك صل مع أهلك ومع أولادك أو صل وحدك في بيتك ما هو لازم تصليها في المسجد ولا تصليها مع المبتدعاء صلها أنت في بيتك ومع أهل بيتك أو صلها حتى وحدك منفردا وأما صلاة العيدين فهما فرضوا كفاية إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقي ولو صليتها أنت وأهل بيتك جماعة فهذا أحسن من أنكم تصلونها مع المبتدعاء صل أنت وأهل بيتك أو أنت وجيرانك اجتمعوا صلوها ولا تصلوا مع المبتدعاء نعم يقول السائل هل الذكر الذي عقب الوضوء يستحب عقب الغسل نعم يستحب الذكر عقب الطهارة سواء بالاغتسال أو بالوضوء لأن يرفع بصره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين يقول هذا عقب الطهارة بالوضوء أو بالاغتسال نعم أحسن الله إليه يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة وهل يجوز في البيوت أيضا إذا كان المكوث في المسجد ممنوعا وجزاكم الله خيرا أما الاعتكاف في البيوت فلا يجوز ليس مشروعا لأن الاعتكاف يكون في المساجد قال الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة من أجل أن لا يخرج إلى صلاة الجماعة مسجد آخر يكثر الخروج هذا يتنافى مع الاعتكاف فيعتكف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة هذا هو المشروع ولا بأس بالاعتكاف في جميع المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة سواء المساجد الثلاثة أو غيرها من المساجد لأن الله جل وعلا يقول ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد ولم يقيد ذلك بالمساجد الثلاثة بل أطلق فقال في المساجد وهذا يعهم جميع مساجد المسلمين على وجه الأرض نعم وليس كل الناس تيسر لهم إنهم يذهبون للمساجد الثلاثة فالمسلم يعتقف في أي مسجد يسهل عليه في أي بلد وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على الناس أما حجرهم بأن يقال لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهذا لا دليل عليه وهذا من تحجر الواسع وإغلاق باب الخير على المسلمين والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين